محليا نكرم جلالة الملك الراني العبدالله اليوم المدارس المعتمدة ببرنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية للعام الدراسي 2014-2015 والمنفذ من قبل الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية الملكية للتوعية الصحية حيث قدمت جلالة الملك الراني العبدالله شهادات التكريم لتسع وخمسين مدرسة حكومية وخاصة ضمن مستويات ومعايير اعتماد صادقت عليها الجمعية أو عملت عليها الجمعية منذ مرحلة التأسيس عام 2005 بدورها رئيسة الجمعية الملكية للتوعية الصحية حنين عودي قالت ان الجمعية حققت الكثير من الانجازات اكسبت الافراد في مختلف المجتمعات انماط صحية ايجابية وجرى تركيز عبر البرامج التي اطلقتها الجمعية على الاجيال الشابة من خلال تعزيز اهمية الوقاية المبكرة والوعي الصحي في عدد من القضايا الصحية الهمة طبعا هذا البرنامج يعني للأمانة انه كان في فكرة طيبة انه حتى فات المجتمع المحلي يعني مشي الطلاب لحالهم حتى المجتمع المحلي فاتهم بهذا البرنامج وخلق بيئة تعليمية جدا مناسبة وصحية وآمنة هذه المبادرات الملكية كانت رائعة جدا ورائدة في المدارس حيث اثرت على المجتمع المحلي اثرت على الطلبة اثرت على المعلمين حتى اصبح الطلبة يعني اكثر صحة واكثر نشاطا حتى البيئة المدرسية يعني اصبحت افضل من السابق